رايت أبدا حتى يموت المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم التعظيم سيكون منسجما مع مبادئ العقل الزهرائي أما التقزيم فإنه سيكون منسجما مع مبادئ العقل الزهرائي فنحن في واقعنا الشيعي ومن الآخر ما بين عقل زهرائي مفرداته مفرداته بيعة الغديرين إنها بيعة الغدير العلوي وبيعة الغدير المهدوي مفرداته بيعة الغديرين هي التي تشكل البناء الحقيقية والتكوين الصادقة للعقل الزهرائي أما العقل السقيفي وفي الحقيقة ما هو بعقل إنه تفاهة وسفاهة ولكن لا بد من استعمال هذه المصطلحات بنحو اعتباري معين لأجل أن نبين المضامين ونشرح المطالب وإلا كيف أستطيع أن أتواصل معكم فلابد أن أتواصل عبر هذه المصطلحات ومن خلال هذه المسميات على أي حال العقل السقيفي مفرداته ومناشئه من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي العقل الزهرائي عقل بناؤه بناء مزدواج الغدير الأول الغدير الثاني وجذور ذلك واضحة في زيارة الصديقة الكبرى هذا مفاتيح الجنان وأقرأ عليكم من زيارتها الشريفة نحن نخاطبها صلوات الله عليها وزعمنا يا زهراء يا أم الحسن والحسين وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية بولايتك يا أم الحسن والحسين فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه المناشئ المزدوجة المزدوجة للعقل الزهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما مزاوجة بين الولاية المحمدية والولاية العلوية هذه المزاوجة النورية تتجلى في تصديق الصديقة الكبرى لديننا في إنضائها وقبولها لعقيدتنا كي تتحقق طهارة عقولنا قبل طهارة قلوبنا وطهارة أجسادنا الطهارة في البداية طهارة العقول وبعد ذلك تتفرع على تلك طهارة طهارة القلوب وتتفرع على طهارة القلوب طهارة الأجساد فهذا هو الذي قصدته بالمناشئ المزدوجة المزدوجة غديران غدير علوي وغدير مهدوي غديران مفردات الغديرين يتجلى عنوانها في هذا التصديق فإن نسألك يا فاطمة يا فاطمة العقول فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قاد طهرنا بولايتك وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي إنها تؤكد وتحقق وتشهد بوقوع مضمونه والأمر أمرها هي التي تؤكد وتحقق وتصدق وهي التي توقع على عقيدتنا وهي التي تقوم بإنضائها وقبولها ولذا فإن من شأ العقل الإلهي عندنا وضحته كلمة محمد صلى الله عليه وآله من أن الله يرضى لرضاها لرضا أم الحسن والحسين ويغضب لغضبها وهذا هو إنعكاس واضح لمنطق العقل الإلهي حين خلق العقل فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر وهذه العناوين عناوين الإقبال والإدبار تتجلى في كلمة محمد صلى الله عليه وآله في رضا فاطمة وغضب فاطمة ومن أن الله جعل الميزان والحجة في رضاه وفي غضبه فاطمة رضا فاطمة رضا الله وغضبها غضب الله ومن هنا تتشكل القاعدة الأساسية للعقل الزهرائي أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي لا أتحدث عن عقل هذه أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي هذه هي القاعدة الأساسية الأولى التي كل مفردات التكوين العقلي ترتبط بها ولذا فإن الإمضاء لعقيدتنا وإن التصديق لديننا مرده إليها فإن نسألك يا أم الحسني والحسين إن كنا صدقناك فأنت الأساس أنت الأصل إن كنا صدقناك إلى الحق بتصديقنا لهم لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذا هو العقل الزهرائي الذي يصدر عنه التعظيم للمشروع المهدوي أما العقل السقيفي وهو العقل المرجئي القذر هو عقل مزدوج أيضا في مناشئه ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي المضمون الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة والحديث هذا يبدأ في صفحة 271 رقم الحديث 143 حديث طويل رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين تقلدهم أكثر الشيعة لأن الاستثناءات كانت محدودة وقليلة جدا بالنسبة للمراجع الصالحين المرضيين الإمام الصادق هكذا قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الصالحون هم بعض فقهاء الشيعة أما الأكثر فهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم الأكثر والذين ستقلدهم الشيعة ويكونون سببا في ضلاف الشيعة الناجون من الشيعة قلة قليلة الإمام أيضا بين ذلك لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم تعظيم التفتوا إلى هذا التعبير نحن نتحدث عن المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم سأعود إلى هذا لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى تعبير الرواية لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا يعني أن المراجعة وأن الذين يقلدونهم هم في الجهة الثانية في جهة التخزيم هذا هو الذي قصدته في العنوان الذي ذكرته لكم وأنا أريد أن أطيل الوقوف بعض الشيء عند بيان مضمون هذا العنوان لأن هذا العنوان يشكل مفردة أساسية ومهمة في فهمنا لمشروع إمام زماننا كيف ننصر إمام زماننا ونحن لا نعرف مشروعه كيف سنكون في خدمة مشروع إمام زماننا ونحن لا نعرف عظمة هذا المشروع لأننا تعلمنا من المراجع المرجئة في النجف تعلمنا أن نقزم مشروع إمام زماننا هؤلاء هم أقزام أقزام في عقولهم وأقزام في قلوبهم وأقزام في دينهم فلذا قزموا عقولنا وقزموا عقائدنا وقزموا مشروع إمام زماننا سود الله وجه هؤلاء الأقزام في الدنيا والآخرة لما فعلوه بأجدادنا وآبائنا ولما فعلوه بنا بأدياننا وعقائدنا وثقافتنا فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من مراجع التقليد عند الشيعة فقال وذلك لا يكون وهو يتحدث عن الأوصاف المرضية المطلوبة منهم صلوات الله عليهم وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض تشير إلى القلة وحينما يسهب الإمام في حديثه عن مراجع التقليد عند الشيعة فإنه يصفهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ويخبرنا من أنهم ضالون وسيضلون الشيعة فضلوا هؤلاء الأقزام وأضلوهم وأضلوا الذين اتبعوهم والناجون قلة قليلة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام البعض مثلما مدح البعض من مراجع الشيعة مدح البعض القليل من عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه حينما نعظم إمام زماننا فإننا بالتبع سنعظم مشروعه وسنعظم خدمته سنعرف عظمة خدمته فهذا الطرف الصالح لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الطرف الذي يقابله إمامنا الصادق يقول لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر يتحدث عن المرجع الشيعي وهذه صفة أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أنا أسألكم إذا كنتم تعتقدون أن مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم من الصلحاء والأخيار ومن الذين هم مقربون إلى إمام زماننا وهم نوابه إذن هذه المجموعة الكبيرة من مراجع الضلال الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق أينهم في أي مكان هل يوجد مكان آخر ما هو المكان الأصل لهؤلاء المراجع النجف والإمام تحدث عن قلة وحينما تحدث عن القلة لم يخبر عن أن الشيعة ستقلده وإنما الإمام أجاز للشيعة أن يقلدهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا ما قال من أن الشيعة ستقلده وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعه فهؤلاء القلة المرضيون لم يخبرنا الإمام من أن الشيعة ستقلده ومن أن الشيعة ستهتدي بهداه ما تحدث عن هذا وإنما قال فللعوام أن يقلدوهم ولكن العوام ما قلدوهم قلدوا من قلدوا الكذابين ومنهم قوم النصاب هؤلاء المرجئ ومنهم قوم النصاب هؤلاء هم الذين ضلوا وأضلوا الشيعة لأن الشيعة تقلدتهم هؤلاء هم الأكثر وهم المشهورون وهؤلاء هم الذين يحملون عقاعد الضلال إنهم مرجئة قلوبهم ميالة إلى النواصف يشككون في مقامات أهل البيت ينكرون أحاديثهم ينقضون بيئة الغدير ولذا تحدث عنهم إمامنا الصادق فقال واصفا لهم المشبهون بأنهم لنا موالون هكذا يظهرون للشيعة ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقيدة ما هم ضعفاء الأبدان يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب بينما حينما امتدح الإمام الصادق الفقهاء المرضيين أشار إلى جواز تقليدهم فقط فللعوام أن يقلدوه وما تحدث عن أن الشيعة ستهتدي بهداهم لأن الشيعة لن تقلدهم فإن الشيعة ستبحث عن هؤلاء الكذابين عن هؤلاء الذين لا دين لهم الذين يكذبون لتضليل الشيعة ويكذبون على الآخرين الذين هم على الحاق ويضحكون على الشيعة ويسرقون أموالهم هذا هو الذي يجري في النجاة هذا هو الذي يجري على الأرض وإلا فأين هؤلاء المراجع الكذابون السيئون الملعونون الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم ملبسون وكافرون ومن أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أين هؤلاء أين هؤلاء الذين هم ميالون إلى النواصب في عقائدهم في فتاواهم في دينهم في كل شأن من شؤونهم أين هؤلاء أين هم شخصوا لنا مجموعة ليس الحديث عن شخص واحد الحديث عن الأكثرية هنا فأين هم مقر مراجع الشيعة أين أليس في النجا أم في الموصل أم في الأزهر في أي مكان أم في الرياض أم في جاكارتا في أي مكان مراجع الشيعة أين في النجا أكثر أكثر مراجع الشيعة أين في النجا أكثر الشيعة تقلد من تقلد مراجع النجا هذا هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه واضح وواضح جدا مدح القليل من فقهاء الشيعة وأجاز للشيعة أن يقلدوهم لكن الإمام لم يتحدث عن أن الشيعة قلدوهم واهتدوا بهداهم فقط وصفهم وقال من أنهم قلة وأجاز للشيعة أن يعودوا إليهم بينما حينما تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وهم الكذابون الملعونون الإمام لعنهم ما أنا الذي لعنتهم الإمام لعنهم في آخر الرواية ويجمع على من أضله على من أضله ذلك المؤمن الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الإمام لعنهم لست أنا الذي لعنتهم هؤلاء المراجع الكذابون الكافرون ببيعة الغدير الملبسون الكافرون كافرون ببيعة الغدير الدليل تفاسيرهم تفاسيرهم تنقض بيعة الغدير في بيعة الغدير أخذ علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي تفاسير مراجع النجف منذ الطوس وإلى الآن تخالف تفسير علي وآل علي ما هي التفاسير موجودة تفاسير المراجع موجودة وتفسير علي وآل علي موجود أيضا وتفسير النواصب موجود أيضا بإمكانكم أن تقارنوا كي تعرفوا من أن مراجع النجف قد تركوا تفسير علي وآل علي وضعفوا وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا فهؤلاء ملبسون ملبسون يعني كلاوتية سفلة ملبسون كافرون إنهم كافرون ببيعة الغدير الكفر الذي تحدثت عنه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة سنمر عليها سنمر عليها فهؤلاء أين هم أين هم هؤلاء الواقع الشيعي يتحدث عن كثرة من المراجع في النجا ويتحدث عن أن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء فإمامنا الصادق شخص لنا هذه الحقيقة وحينما امتدح القلة المهتدية من الشيعة جاء جاء بمثال عن شخص واحد بينما حينما تحدث عن ضلال الشيعة تحدث عنهم بلسان الجمع فيتقبله المستسلمون من شيعتنا يتقبلون أكاذيب مراجع النجف وكربلاء فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب حينما تحدث عن المهتدين تحدث عن شخص واحد لا جرم أن من علم الله من غلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد أنه شخص واحد قطعا الإمام لا يتحدث عن شخص واحد واحد وإنما يتحدث بهذا الأسلوب كي يبين لنا قلة عدد المهتدين أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هذا الملبس الكافر إذن لا يريد صيانة الدين ولا يريد تعظيم الولي إذن ماذا يريد يريد التقزيم لأن الذي يناقض التعظيم هو التقزيم من هنا نشأ هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الرسالة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة الإمام شخص لنا بشكل واضح واقع أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة تحركوا باتجاه سقيفة بني ساعدة فإن السلف الصالح كان شاسعا مبتعدا عن سقيفة بني ساعدة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا تحركوا باتجاه سقيفة بني ساعدة وأنشأوا لهم سقيفتهم الخاصة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه سقيفتهم الخاصة بهم سقيفة بني طوسي مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الاتجاه إلى سقيفة بني ساعدة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنهم يلقلقون بالألسنة فقط من أنهم بايعوا بيعة الغدير أما على أخض الواقع فلا العقائد ولا التفسير ولا الفتاوى هذه الرسائل العملية في كل حرف منها نقض لبيعة الغدير دروس الخارج كل حرف ينطقون به نقض لبيعة الغدير هذه العمائم التي يلبسونها هذه العمائم ناقضة لبيعة الغدير فإن رسول الله صلى الله عليه وآله عمم علي في بيعة الغدير بعمامة بيضاء لها ذؤابتان وهو أيضا كان معتما بعمامة بيضاء لها ذؤابتان أما هذه العمائم هذه عمائم العباسيين عمائم إبليس كما وصفتها الروايات ينقضون بيعة الغدير في كل شيء في دروسهم في فضائياتهم في فتاواهم في رسائلهم العملية في عمائمهم في كل شيء إنهم ناقضون لبيعة الغدير هؤلاء مراجع النجاف من السيستاني فما دول والذين قبل السيستاني والذين سيأتون بعد السيستاني هذا حديث إمام زمانكم لا تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار أنتم أحرار ما أنتم مضحكة ما أنتم مسقرة الإمام هكذا يقول يخاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم الإمام لا يخاطب البقالين ولا يخاطب عمال البناء ولا يخاطب مهندسي شركة النفط ولا يخاطب المضمدين والصيادل في المستشفيات والصيدليات إنه يخاطب المراجع مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فليس هناك من سلف صالح لمهندسي شركة النفط يتحدث يتحدث إمام زماننا عنهم السلف الصالح هم أصحاب الأئمة هم خواص الأئمة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة إلى أين جنحوا ذهبوا باتجاه سقيفة بني ساعد وماذا فعلوا بعد ذلك وصنعوا لهم سقيفتهم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي قصدته من أن العقل السقيفي عقل ازدواجي مزدوج ما بين قذارات سقيفة بني ساعد وقذارات سقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان أعتقد أن الأمر صار واضحا وما هو مراد من هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مساران مسار لتعظيم مشروع إمام زماننا ومسار لتقزيم مشروع إمام زماننا مسار التعظيم مرده إلى العقل الزهرائي أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي عن عقلي وعقلكم أما التقزيم فما رده إلى العقل السقيفي العقل الزهرائي عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي والعقل السقيفي عقل مزدوج ما بين السقيفة بني ساعدة التي هي ناقضة للغدير الأول وسقيفة بني طوسي التي هي ناقضة للغدير الأول وللغدير الثاني هذه المضامين والمطالب تحدثت عنها كثيرا وأثبتتها ومن أراد منكم أن يطلع على التفاصيل فليذهب إلى برامج المختلفة والمتنوعة كلها وثائق كلها وثائق وكلها حقائق وكلها صدق تأكدوا من ذلك بأنفسكم ولا تصدق أكاذيب معممي مرجعية السيستان وسائري مرجعيات الكذب والدجل الأخرى في النجف وكربلا تأكدوا من الحقائق ومن الوثائق ومن الدقائق ومن تمام الصدق تأكدوا من ذلك بأنفسكم لا تصدقوا كلامي من دون أن تتأكدوا من الأدلة والمصادر والمنابع لا أريد أن أطيل الحديث في هذه الجهة خلاصة القول خلاصة القول بعد كل ما تقدم من بيانات في الحلقات الماضية وصلت بكم إلى هذه النقطة المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم أحفظوا هذا العنوان هذا العنوان أساسي هذا العنوان ضروري كي تنتفع من المطالب المهمة والمهمة والمهمة جدا التي سأتناولها في الحلقات القادمة إذن وصلنا إلى نقطتين النقطة الأولى هناك مساران تعظيم للمشروع المهدوي وهناك تقزيم للمشروع المهدوي النقطة الثانية مرد التعظيم لمشروع إمام زماننا إلى العقل الزهرائي إلى العقل الشيعي الزهرائي إنهم شيعة الحجة بن الحسن وهذا العقل عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي أما التقزيم فمرده إلى العقل الشيعي السقيفي إنهم شيعة المراجع ما هم بشيعة العترة الطاهرة إنهم شيعة مراجع النجف مرد التقزيم إلى العقل الشيعي السقيفي وهو عقل مزدوج ما بين السقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس أعتقد أن اللوحة قد اكتملت إنها لوحة العنوان وأتمنى عليكم أن تحاولوا أن تحفظوا هاتين النقطتين المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم مرد التعظيم إلى العقل الشيعي الزهرائي شيعة الحجة من الحسن عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي والعقل الشيعي السقيفي إنهم شيعة مراجع النجف ما هم بشيعة العترة وهذا العقل مزدوج ما بين سقيفة بن ساعد وسقيفة بن طوس نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطحرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه وصلنا إلى هذه الزبدة المشروع المهدوي ما بين التعظيم الزهرائي والتقزيم السقيفي هذه زبدة قولي زبدة واضحة موجزة يسيرة المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهرائي والتقزيم السقيفي كل ما سيأتي من حديث سيكون منطويا ومنضويا تحت هذا العنوان المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهرائي نسبة إلى العقل الزهرائي والتقزيم والتقزيم السقيفي نسبة إلى العقل السقيفي ما هي ملامح هذا التقزيم ملامح التقزيم لن لن أطيل الحديث عندها كثيرا لكنني سأطيل الحديث عند التعظيم فهذا هو الذي نحتاجه ملامح التقزيم تبدأ من هنا أولا منظومة عقيدة أصول الدين الخمسة منظومة شيطانية صرفة هذه المنظومة ألقى بها الشيطان في عقل الطوسي وفي عقول مراجع حوزة الطوسي وهم ألقوها في عقولنا في عقول عامة الشيعة من أن أصول الدين خمسة هذا الأمر تحدثت عنه كثيرا ولا أريد أن أعيد كلامي يمكنكم أن تعود إلى برامج السابقة لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم فيما يرتبط بمنظومة الضلال الديني هذا هذه منظومة ضالة أنا لا أتحدث عن المفردات فيها التوحيد أساس ديننا أنا لا أتحدث عن المفردات فيها إنما أتحدث عن المنظومة العقائدية بما هي منظومة وهذا الأمر تحدثت عنه فيما سلف لا أريد أن أعيد الكلام منظومة الضلال هذه هي فاتحة الطريق لتقزيم المشروع المهدوي فأصول الدين ثلاثة عند الأشاعر وهي عند السستاني وعند الخوعي وعند البقية الباقية ومر علينا الكلام بخصوص إسحاق الفياض وعند بقية المراجع من الأموات والأحياء قبح الله دينه أصول أصول الدين عندهم ثلاثة التوحيد النبوة المعاد وهي أصول الدين عند الأشاعرة النواصط أما ثلاثة بحسب الأشاعرة النواصط وبحسب مراجع الشيعة النواصط أيضا أصول الدين ثلاثة أما الإمامة فهي فرع من فروع الدين لأنها ليست من أصول الدين وإنما من أصول المذهب هكذا هم يقولون يضحكون عليكم حينما يقولون لكم أصول الدين خمسة لكن اذهبوا وتحققوا بأنفسكم هل الإمامة من أصول الدين فهل أن الذي ينكر الإمامة يخرج من الدين أم أنه يخرج من المذهب فهي من أصول المذهب هي من فروع الدين هذا ضحك على الذقون يقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين هذا من كذبهم ومن تدليسهم وتلبيسهم إنني أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي عن هؤلاء المرجئة البترية المقصرة الذين لا علاقة لهم بإمام زماننا ضحكوا علينا وكذبوا وكذبوا كثيرا لا علاقة لهم بإمام زماننا لا من قريب ولا من بعيد إنهم في الجهة المناقضة والمنافرة مثل ما وصفهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه هي حقيقتهم وهذه أحوالهم الحقيقية ما يتظاهرون به هو الكذب مثل ما وصفهم إمامنا الصادق بحسب الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون مشبهون يتظاهرون بهذا أمام الشيعة وإلا فإن قلوبهم مياهة إلى أعداء محمد وآل محمد كل واحد منهم بدرجة وآخرى بحسبه فحينما نجعل من الإمامة عقيدة بهذا المستوى التقزيمي عملية تقزيم فمن البدهي أن مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون مقزما هذه عملية تقزيم للإمامة ولشأن الإمام ولمقام الإمام وهذا التقزيم ينافر القرآن جملة وتفصيل القرآن في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة والخطاب لرسول الله تحت عنوان إياك أعني واسمعي يا جار هذا الخطاب لي ولكم هذا الخطاب لمراجع النجف الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كما يقول صاحب الزمان صلوات الله عليه الآية هكذا تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الإمامة فرع أصل بل هي أصل الأصول التوحيد أصل النبوة أصل لكنها أصول بدرجة فروع بالنسبة إلى الإمامة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالإمامة أصل الأصول وفي الحقيقة الإمام أصل الأصول لأن الإمامة شأن من شؤونه تشير إليه إذا أردت أن أكون دقيقا فإن الإمامة هو أصل الأصول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة أصولها التوحيد النبوة القرآن والمعاد موجود في القرآن إلى بقية التفاصيل والحقائق هذه أصول لكنها بدرجة فروع بالقياس إلى الإمامة التي هي شأن من شؤون الإمام لأن الحديث هنا عن إمامة الدنيا عن إمامة الدين وإمامة الناس في الدنيا فإمامة علي إمامة إلهية على كل الوجود لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع القرآن صريح في أن الإمامة أصل الأصول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من هم هؤلاء هؤلاء هم الذين كفروا ببيعة الغدير في سقيفة بني ساعدة كفروا ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا في سقيفة بني طوسي كفروا ببيعة الغدير باطنا لكنهم أظهروها على الألسنة ظاهرة فهؤلاء كافرون أيضا من هنا إمامنا الصادق وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم ملبسون كافرون هكذا وصفهم الإمام وصفهم من أنهم ملبسون كافرون كافرون بماذا وهم مراجع تقليد كافرون ببيعة الغدير لقد قاموا بتقزيم الإمامة وحينما قاموا بتقزيم الإمامة قزموا المشروع المهدوي فجعلوه مشروعا تافها صار حكاية من حكايات العجائز لأحفادهن حينما يخيم الظلام في قديم الأهيام وليس في أيامنا هذه حينما يخيم الظلام وتبدأ الجدة تحدث أحفادها بحديث حكايات السلاطين وحكايات اللصوص هؤلاء قزموا الإمامة وقزموا المشروع المهدوي الأعظم حتى عاد حكاية تحكى يشكك فيها المشككون ويسخر منها الساخرون وحتى الذين يعتقدون بها لا يفقهون مضمونها يعتقدون بها تسليما من دون فهم وإذا ما أردنا أن ندقق في ثقافتهم فإنها ثقافة هزيلة هذا هو التقزيم الذي أتحدث عنه فبداية التقزيم بدأت من منظومة العقائد إنها منظومة ضالة لقد هدمت أصل الأصول هذه منظومة كافرة حينما يقال لكم من أن التوحيد والنبوة والمعات هي أصول الدين ومن أن الإمامة هي من أصول المذهب فهي من الفروع إذن لأن الذي ينكرها لن يكون خارجا من الدين هذا هو المراد من أن الإمامة من أصول المذهب عودوا إلى فتاوى مراجعكم من الأموة والأحياء عودوا إلى فتاوى سيستانيكم وغيره هذا يعني أن المنظومة هذه منظومة كافرة إنها تتناقض مع القرآن الكريم مع صريح الآية هذه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من هم هؤلاء الكافرون الذين كفروا بالغدير ظاهرا وباطن إنها الأمة التي ارتدت بكاملها باستثناء ثلاثة بعد بيعة السقيفة هو كفر بظاهر الغدير وباطنه وهناك كفر بباطن الغدير دون ظاهره يظهرون الإيمان بألسنتهم لكنهم في مقام العمل يرفضون تفسير علي ويرفضون قواعد التفهيم من علي يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري ويستنبطون الأحكام بحسب الشافعي ويستخرجون العقائد بحسب الأشاعرة والمعتزلة عليكم أن تعود إلى قرآن محمد وآل محمد عليكم أن تتدبروا في هذه الآية تدبروا فيها إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أممه الإمامة أصول أصول فإذا ما أخرجها أحد عن محلها عن موضعها صار كافرا بحكم القرآن بحكم هذه الآية والله يعصمك من الناس من الناس الذين لا يضعون الإمامة في منزلها العالي من أنها أصل الأصول وبقية الأصول تتفرع منها وتقبل بسببها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهذه الرسالة تبتني على التوحيد وتبتني على النبوة وتبتني على القرآن وتبتني على كل تفاصيل الدين في القرآن من المعادي إلى كل الحقائق الأخرى كل هذه الأصول هي أصول من حيث الرسالة لكنها فروع من حيث الإمامة فالرسالة بقضها وقضيضها هي فرع من فروع الإمامة القرآن هكذا يقول ما أنا الذي أقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجعل بيعة الغدير أصل الأصول والله يعصمك من الناس من الناس الذين لا يجعلون الإمامة في موطنها في موضعها كما أراد الله ففي أول سورة المائدة الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من دون من دون بيعة الغدير فالإسلام ما هو بدين دققوا في الآية الله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا متى في يوم الغدير اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين دققوا في الآية رضيت لكم هنا جار ومجرور تقدم على المفعول التركيب في أصله ورضيت الإسلام دينا لكم ورضيت الإسلام دينا لكم الإسلام هنا مفعول ودينا تمييز والتمييز هو من المفاعيل أيضا في النهاية هو من المفاعيل أيضا ورضيت لكم الإسلام دينا فأصل التركيب هكذا ورضيت الإسلام دينا لكم لكن الذي جاء في الآية أن الجار والمجرور الذي في الأصل لابد أن يكون متأخرا عن المفعول وعن التمييز جاء متقدما عليهما لماذا ورضيت لكم الإسلام دينا تقديم الجار والمجرور لأجل التخصيص والتدقيق ما المراد من التخصيص والتدقيق من أن الله سبحانه وتعالى قد رضي الإسلام دينا وما قبل ذلك ما كان الإسلام دينا بحسب ما يريد الله وإنما كان الإسلام دينا بحسب ما يريد الناس وفقا لعقولهم إنها مرحلة التنزيل مرحلة التأويل متى بدأت بدأت بعد بيعة الغدير ويا علي ستقاتلهم على التأويل على حقيقة الدين وليس على علم التأويل على علم التفسير التأويل عنوان للدين بكل تفاصيله هذه المرحلة التي بدأت من بيعة الغدير الآية هكذا تريد أن تقول من أن الإسلام لم يكن دينا بحسب الله قبل بيعة الغدير وإنما كان دينا بحسب الناس وفقا لعقولهم إنها مرحلة مدارات مرحلة مقدمة لمرحلة الدين المرضي إنما صار الدين مرضيا بعد أن تحقق أصل الأصول لهذا الدين ولهذا جاء تقديم الجار والمجرور على المفعول والتمييس وإلا فأصل التركيب بحسب ما جرى عليه التعبير الاعتيادي عند العرب ورضيت الإسلام دينا لكم فإن المفعول أقوى من التمييز وإن التمييز أقوى من الجار والمجرور إنني أتحدث عن العامل والمعمول فهناك عامل وهناك معمولات درجة عمل العامل في المعمولات تختلف بحسب المواقع الإعرابية فمثلما الفاعل هو الأقوى ولذا يأتي مرفوعا هذا الصوت المضموم هو أقوى من الصوت المفتوح حينما نقول علي الصوت هنا أقوى من أن أقول علي وعلي الصوت أقوى من أن أقول علي الفاعل مرفوع فمقامه هو الأول ولذا يأتي بعد الفعل مباشرة رضيته هذا الضمير هو الفعل الإسلام كما مفعول يأتي منصوبا الإسلام والفتحة في قوة الصوت هي دون الضم والكسرة دون الفتحة ورضيت لكم الإسلام دينا وهنا جاء مفتوحا منونا والتنوين في الحقيقة حرف ما هو بحركة إعرابية التنوين هو في الحقيقة حرف فلا يعد علامة إعرابية لموقع إعرابي لكن الموقع الإعرابية للتمييز يكون ضعيفا فلذا تقوى الفتحة بالتنوين هذه أسرار لغة العرب وأسرار البلاغة والفصاحة وأنا لا أريد أن أسب فيها كثيرا الجار والمجرور يأتي متأخرا في سلسلة مراتب المعمولات لكن الجار والمجرور يتقدم في بعض الأحيان لحكمة بلاغية دقيقة وهنا تقدم الجار والمجرور لهذه الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد ارتضى الدين في مرحلة التنزيل من حيث هو وإنما كان الدين دينا من حيث الناس إنها مرحلة تمهيد مرحلة مدارات لذا أعلن رضاه عن الدين وصهار دينا من حيث الله متى بعد بيئة الغدية فتقدم الجار والمجرور للتخصيص والتدقيق هنا ورضيت لكم الإسلام دينا صار الإسلام دينا مرضيا متى بعد بيئة الغدير ما كلنا نعرف هذا في ثقافتنا الشيعية من أن الآية هذه نزلت بعد بيئة الغدير اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله يعصمك من الناس من الناس الذين لا يرتضي سبحانه وتعالى إسلامهم ولا دينهم ما هو حالهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء قوم كافرون من الذين كفروا بظاهر الغدير وباطنه بظاهر مرحلة التأويل وباطنها من هنا ارتدت الأمة إلا ثلاثة إلا سلمان والمقداد وأبو ذار والذين كفروا كذلك أولئك الذين خاطبهم صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد مثجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الذين أسسوا لنا منظومة العقائد الضالة هذه فجعلوا الإمامة من أصول المذهب إنها من فروع الدين ولذا فإن الذي ينكرها لا يخرج من الدين وإنما يخرج من المذهب هذه فتاوى مراجعكم وهذا القرآن صريح هذه الآية من الآيات المحكمة الواضحة في ثقافة العترة الطاهرة وهذه الآية حاكمة على كل القرآن وهذه الآية ناسخة لكل مضمون يخالفها لأنه بعدها صرح سبحانه وتعالى بأنه قد رضي لنا الإسلام دين ورضيت لكم الإسلام دين بعد هذا البيان المحكم القاطع وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بحسب هذه الآية منظومة العقائد التي تجعل أصول الدين خمسة ثلاثة منها هي أصول الدين وأصلان هما من أصول المذهب وجعلوا الإمامة في هذه المنزلة القزم قزموا الإمامة هذه عقيدة كافرة بحكم القرآن بحكم هذه الآية هذه الآية لا نسختها آية ولا نسختها رواية هذه آية شاخصة إذا ما قال قائل من أنها نسخت فلقد نسخت الإمامة جملة وترصيلا هذه الآية هي هي تتحدث عن الغدير العلوي وتتحدث عن الغدير المهدوي إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا بغدير علي والذين كفروا بغدير القائم هذه هي حقيقة ديننا تريدون أن تضحكوا على أنفسكم أنتم أحرار ما أنتم من الأساس مضحكة ما أنتم من الأساس مسخرة القرآن واضح صريح هذا هذا هو التعظيم الذي قصدته وهذا هو التقزيم الذي قصدته المقزمون هم الكافرون والمعظمون هم المؤمنون الذين خطبهم الله في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة من السورة نفسها ورضيت لكم الإسلام دين هؤلاء هم المعظمون أما المقزمون فهؤلاء هم إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم المقزمون أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادقي عن أبيه الباقري صلوات الله عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان إنها الطبعة الثانية ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي صفحة ستة وأربعين الحديث الثامن أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين رسول الله يخاطب أمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى يا أمير المؤمنين إن لم تكن أنت فمن يكن هذا هو حديثهم هذا هو حديثهم وهذا هو قرآنه يا علي يا علي أنت أصل الدين هذا هو أصل الدين ثم ماذا يقول له رسول الله في آخر كلامه أشهد لك بذلك رسول الله يشهد لعلي من أنه أصل الدين وأولاء السفلة في النجر يجعلون الإمامة من فروع الدين من تفعل دينه تفعل عقائده الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يجعل عليا يجعل الغدير يجعل الإمامة أصل الأصول إنها أصل الدين وهؤلاء السفلة يجعلونها فرعا هذه عملية التقزيم التي أتحدث عنها ولذا هم مقصرة المقصر ماذا يفعل المقصر يقوم بعملية تقصير تقزيم هؤلاء مقصرة والأئمة يقولون من أن المقصرة أعداؤنا ولذا يخرجون لحرب صاحب الزمان كل أصحاب العمائن الروايات تقول ما أنا الذي أقول كل أصحاب العمائن في النجف وكربلاء سيخرجون لحرب صاحب الزمان يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين ثم يقول له أشهد لك بذلك في الكتاب نفسه من كتاب صاحب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنه أبو جعفر محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه صفحة 479 هذه رسالة بخط إمامنا الصادق كتبها إلى المفضل يجيب على أسئلة وجهها المفضل إلى إمامنا الصادق في رسالة كتبها إليه فالإمام كان في المدينة والمفضل كان في الكوفة من جملة ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب المفضل فيقول له ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل الكلام هو هو كلام القرآن كلام رسول الله كلامهم واحد على لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على منهجها السندي الرجال على منهجها الأصول الكلام التفسير ألا لعنة على منهج الطوس ألا لعنة على منهج الأنصار ألا لعنة على منهج الخوئ ألا لعنة على منهج السيستان لأن مناهج هؤلاء تتناقض مع قرآننا المفسر بتفسيره تتناقض مع حديث رسول الله تتناقض مع حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان ما مر علينا قبل قليل من الكتاب نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الأمير يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان أنت مناره وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين أشهد لك بذلك هذا تمام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قرأت ما قرأت عليكم من قبل قليل أعود إلى ما كتبه إمامنا الصادق صلى الله عليه إلى المفضل بن عمار ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه فحينما نقزمه إننا نقزم دين الله إننا نقزم مشروع الله وهذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي حوزة ضالة مرجعيات ضالة قزمت عقيدتنا وقزمت ديننا وقزمت الإمامة وقزمت مقامات إمامنا وقزمت مشروعه العملاق الأعظم تعرفون خطورة هذا الأمر أو لا ستصبحون كافرين لأن المقزمين هم الكافرون بصريح القرآن بصريح القرآن مثل ما مر علينا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لأن المقزمين ما هم على الإسلام وما هم على الدين ورضيت لكم الإسلام دين هؤلاء الذين يضعون الإمامة في موضعها الذين يعظمون الإمامة الذين يقزمونها الذين يقزمونها مثل ما يفعل السيستاني وسائر المراجع هؤلاء كافرون بصريح الآية لست أنا الذي أكفر أحداً القرآن يصفهم بهذا الواصف أنا لا أصدر فتاوى تكفير أنا أقرأ عليكم من الكتاب الكريم وأفسر لكم بحسب تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير الأول وفي بيعة الغدير الثاني ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه نذهب إلى فصل عن الهيثم بن واخد عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على صراف فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سوى من اعتصم الناس به ولا سوى حيث ذهب الناس إلى عيون كذرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صفية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع التقزيم العقائدي هذا لعقيدة الإمام هو الذي قاد الشيعة إلى ما هم عليه من تصطيح ثقافي وتصطيح عقائدي وتصطيح عقلي مراجع النجف بحسب منهجهم ألغوا تفسير علي وآل علي للقرآن ثم رجعوا إلى ما عندنا من كنوز الزيارات والأدعية وعطلوها عطلوها لم تنتفع الشيعة من كنوز الزيارات والأدعية في شيء من ثقافتها هناك تعطيل للأحاديث التفسيرية هناك تعطيل لكنوز الزيارات والأدعية هناك إلغاء وإنكار لأحاديث المقامات الغيبية القدسية هناك إلغاء في أحسن أحوال مراجع النجف في أحسن أحوالهم هناك إلغاء لأكثر من تسعين بالمئة مما جاء عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من حديثهم من خطبهم من أدعيتهم من زياراتهم من تفسيرهم من معارفهم في أحسن أحوالهم أتحدث عن أحسن أحوال مراجع النجف وكربلا ينكرون أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث محمد وآل محمد أما في أسوأ حالاتهم كالسيستاني مثلا فإنه ينكر أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب منهجه أنا لا أتحدث بحديث السياسة ولا بحديث التجارة هذا حديث علم وحديث تحقيق وحديث معرفة وحديث عقيدة وهذا الذي أقوله لكم هذه حقائق لا أطلب منكم أن تصدقوني وإنما أطلب منكم أن تتأكدوا من صحة كلامه عودوا وابحثوا واسألوا من هنا كانت عملية التقزيم فلقد عطلوا القرآن بالكامل بل حرفوا القرآن لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري عطلوا القرآن الصحيح وفعلوا القرآن الباطل لأن القرآن يكون صحيحا ويكون حقا إذا ما فسر بالتفسير الحق ويكون باطلا إذا ما فسر بالتفسير الباطل فأنا حين أتحدث عن القرآن لا أتحدث عن سطور مكتوبة عن ورق كتب عليه القرآن عن مصحف يتكون من دفتين ومن صحائف القرآن هو المضمون ومضمون القرآن يصل إلينا عبر التفسير فإذا أنكرنا التفسير الحق الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وهذا ما فعله الطوسي ومن جاء من بعده من مراجع النجف إلى يومنا هذا لقد أنكروا تفسير علي وآل علي وذهبوا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري وإلى يومنا هذا فضاعت منزلة الإمامة وضاعت مقامات الأئمة وأنكروا الزيارات والأدعية لأن النواصب ما عندهم من زيارات وأدعية لو كانت عندهم زيارات وأدعية كالتي عندنا لجعلوها مصادر لعقيدتهم لكنهم لكنهم لا يمتلكون في تراثهم في كتبهم لا يمتلكون كنوزاً ككنوز الزيارات والأدعية التي عندنا ومن هنا فلم تكن مفردة من مفردات مصادرهم العقائدية وبما أن مراجع النجف يقلدونهم في الصغيرة والكبيرة هجروا الزيارات والأدعية وهجروا الأحادي وجاءون بعقيدة شوهاء بعقيدة مسخ هذا هو الذي فعلوه من هنا كان التقزيم العقائدي للإمامة ولمقامات الإمام وهذا يقودنا إلى تقزيم المشروع المهدوي فحينما يكون المشروع المهدوي قزماً ومقزماً فحينئذ لا أجد سبباً سبباً حقيقياً للتفاعل معه أو أكون خادماً له مثل ما يقول إمامنا الصادق وهو يتحدث عن إمام زماننا لو أدركته لخدمته أيام حياتي وخدمتنا لإمام زماننا إنما تكون خدمةً لمشروعه العظيم أعتقد أن صورة صارت واضحةً وجليةً وبينةً جداً من أن بداية التقزيم نشأت في واقعنا الشيعي من منظومة عقائد أصول الدين الخمسة حيث قزمت الإمامة في هذه المنظومة وهذا كفر صريح لحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة عودوا إليها وتدبروا فيها إذا كنتم على هذه العقيدة فهذه عقيدة كفر بحسب القرآن لا بحسب أنا عودوا إلى القرآن وتدبروا فيه محمد وأهل محمد أمرونا أن نعرض ديننا أن نعرض عقيدتنا أن نعرض كل شيء على القرآن فإن جاء موافقا أخذنا به وإن جاء مخالفا فهو باطل فإننا سنضرب به عرض الجدار فمنظومة العقيدة هذه أعرضوها على القرآن أعرضوها على الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وعلى الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها ورضيت لكم الإسلام دينا عودوا إلى هذه الآيات وتدبروا فيها أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة أن تتابعوا إعادة هذه الحلقة هذه الحلقة اجتملت على حقائق ستكون أساسا لما يأتي من الموضوعات والمطالب المهمة والمهمة جدا في دينكم وعقيدتكم وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ولا تنسوا المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهراء والتقزيم السقيف ما بين التعظيم والتقزيم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر